بسم الله الرحمن الرحيم وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يتجدد بكم اللقاء من بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة يتجدد اللقاء لنتدار سمعا آيات الكتاب الكريم هذا القرآن العظيم والقرآن كتاب هدى والقرآن نور والقرآن روح بهذه الأوصاف وصف الله عز وجل كتابه الكريم فهو كتاب هدى كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ووصفه بأنه روح ونور فقال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فهذا الكتاب روح وهذا الكتاب نور كتاب الهدى القرآن العظيم هذه رسالته في عالم الإنسان فإن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لهذا الإنسان فالإنسان مقصود رسالات السماء فالقرآن أنزله الله عز وجل لهذا الإنسان فقضيته أي القرآن العظيم مع هذا الإنسان الذي لأجله نزل هذا القرآن قضيته الرئيسة التي تحدد رسالته في عالم الأحياء في عالم الإنسان هي الهدى فالقرآن كتاب هدى فالقرآن من اتبعه اهتدى ومن عمل بما فيه هدي وكان من المهتدين ومن حمل رسالته للناس كان من الهادين أي الذين يسعون في هداية الناس فهذا الكتاب الكريم وتحصيل الهدى غنم عظيم وجائزة كبرى يكرم بها الإنسان حين يشرح الله عز وجل صدره للإيمان فيكون من المهتدين وكيف لا يكون الهدى بهذه المكانة وبه يكون محققا لغاية الوجود لأن العابد لربه مهتدي ولأن من أفرد الله عز وجل بالعبادة مهتدي ولأن من صدق خبر السماء مهتدي ولأن من صدق الأنبياء والرسل مهتدي ولأن من آمن باليوم الآخر والجزاء والحساب مهتدي ولأن من التزم بشرائع الإسلام مهتدي وهل أحد يفوز في ميزان الله عز وجل إلا من هذه حاله وهذه صفاته هذه معتقداته هذه أعماله هذا شأنه وهذا حاله فهذا هو من يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى فالمهتدي له تلك المكانة وذاك الشأن عند الله جل جلاله والقرآن كتاب هدى والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله أي من قبل نزول القرآن لمن الضالين وقال الله عز وجل له ووجدك ضالا فهدى فمن هداية الله عز وجل له أن أنزل عليه كتاب الهدى وأن شرح صدره لما نزل عليه من الهدى فكان عليه الصلاة والسلام مهتدياً بهدى الوحي وكان عليه الصلاة والسلام هادياً يهدي بهدى الوحي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم وهذا حقيقة ما نحتاج أن نذكر به بين الفينة والأخرى وكيف لا نذكر به ونحن نقف من خلال لقاءاتنا هذه مع آيات القرآن كتاب الهدى وما الذي يدفع الإنسان ويحفزه ويشجعه أن يقضي وقته مع هذا الكتاب وأن يتدبر آيات القرآن العظيم إلا رغبة في تحصيل الهدى وأن يكون من المهتدين بهدى القرآن وهذا الكتاب العظيم هدايته فيما جاء فيه وما جاء في هذا القرآن أعظمه وأجله وأكبره ما تعلق بمنزله جل جلاله حيث أن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب عرف بذاته العلية عرف بذاته العلية حين أخبر في هذا القرآن عن أسمائه الحسنى وحين أخبر عن صفاته العلا وحين أخبر عن فعله جل جلاله وحينما أخبر عن مفعولاته سبحانه وتعالى وأنه هو من أوجدها وهو من أتقن صنعها وأبدع ذلك وهو من يحفظ ما شاء من مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى من يدبر الأمر كله في كل ما ارتبط وتعلق بمخلوقاته وهو سبحانه وتعالى الحكيم فأخبر في القرآن عن شرعه ونسبه إليه فهو حكمه وهو تشريعه وهو نظامه الذي ألزم به العباد فهذا الأصل الكبير العظيم العلم بالله والتعريف به سبحانه وتعالى كان هو القضية الأم في هذا الكتاب الكريم ومن ثم كان هو الخيط الناظم لكل القضايا التي جاءت ووردت في هذا الكتاب العظيم العلم بالله سبحانه وتعالى إن كل شيء في القرآن يردك إلى هذا الأصل ويملأ قلبك علماً بهذا الأصل ويعالج كل إشكالية وشبهة فيك من خلال هذا الأصل ويؤسس لقضية الإيمان من خلال هذا الأصل فيقوى الإيمان بعد أن يبنى ويتنامى الإيمان بعد أن يقوى ويزداد في قلبك وإن الزاد لهذا كله ذاك الأصل العظيم والخيط الناظم لكل قضايا القرآن إنه العلم بالله عز وجل ولن يعرف الإيمان حقا ولن يصدق الإيمان في قلب عبد حتى يكون حظه من العلم بالله عز وجل وافيا وهذا الأمر حقيقة ما أحوجنا أن أن يكون غاية تدبرنا لآيات القرآن أن نصل إليه وإن الإنسان وخصوصا إذا وجدت الفتن والشهوات والشبهات وفتح بابها فليس هناك شيء يعالج ذلك كله كهذا الأمر العظيم والأصل الكبير العلم بالله عز وجل وعندما يغفل الناس عن غاية الوجود وعندما ينسى الإنسان أو ينسى غاية وجوده ومقصود حياته فإن التذكير ورفع الجهل وإزالة النسيان إنما يكون بإعادة فتح باب العلم بالله جل جلاله على قلبه وعقله وفكره ولبه حتى يستبصر ولذلك لما كانت قضية الإيمان قائمة على قضية العلم بالله جل جلاله وعلى قضية تصديق خبره سبحانه وتعالى وعلى التسليم بحقانية إفراده بالعبادة جل جلاله لما كانت قضية الإيمان تقوم على هذه الأصول العظيمة فاحتاج الأمر فعلا أن يكون التذكير بها دائما حتى يدرك الإنسان أن الأمر جد وليس بالهزل ولذلك الله عز وجل ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا والله عز وجل خلق هذا الكون الفسيح وهيئه هذه التهيئة وقدر فيه ما يحتاجه الإنسان وجعله على نظام يتفق وحاجة وحاجة الإنسان هذا الرب الجليل العظيم الذي خلق لنا هذا الكون الفسيح ولو قورنا حجم الإنسان بحجم هذا الكون لكانت المفارقة عظيمة جدا وكبيرة جدا وكل ذلك خلق لك يا ابن آدم فهل خلق ذلك لك من أجل أن يعيش الإنسان بلا غاية ولا هدف وأن يظن الإنسان أن الله عز وجل ما خلقه لغاية وهدف إن من عرف الله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا مباشرة يقول يجل الرب جل جلاله أن يخلق الإنسان عبثا وأن يتركه هملا فلذلك هذا الإنسان بقدر ما يكون في قلبه من العلم بالله عز وجل العلم الصحيح بقدر ما ينبني عنده هذا الإيمان بهذا التصور الصحيح لذلك حاجة الإنسان إلى أن يتأسس عنده مبدأ القناعة واليقينية بأن الله عز وجل صاحب الحق الأوحد أن يعبد وصاحب الحق الأوحد أن يبين للإنسان طريق عبادته وتشريعها وأنه جل جلاله هو صاحب الحق في ذلك وأن فبين أن البرهان الأعظم لهذه الحق أنه جل جلاله هو الخالق الذي أوجد الإنسان وأوجد الموجودات من عدم وأن وأنه لا خالق سواه ثم يقول بعد أن أخبر بذلك حين قال الله خالق كل شيء يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق فكان هذا أساسا في بناء هذه اليقينية برهان الخالقية ثم قضية الملك والملك التام الذي لا يملك أحد سواه أي شيء ملكا تام وإنما الذي يملك الأشياء هو المالك الملك جل جلاله فهو ملك مالك سبحانه وتعالى فخزائن كل شيء بيده يفتحها متى شاء ويغلقها متى شاء يعطي من يشاء وينزع ممن يشاء فهو الرزاق جل جلاله ذو القوة المتين فهو المالك إذن هو خالق مالك ثم برهان العلم المطلق فالله عز وجل هو العليم وعلمه مطلق لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء علمه بكل شيء كان وعلمه بكل شيء هو كائن وعلمه بكل شيء سيكون فعلمه مطلق ومن ذلك علمه بهذا الإنسان بهذا المخلوق والله عز وجل أخبر عن هذا الأصل العظيم في كتابه الكريم أنه عليم بهذا المخلوق فقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال معاتبا لمن ظن أنه على علم فقال أأنتم أعلم أم الله فإذا هذا أصل ثالث وهو العلم فهو خالق مالك عليم ثم الأمر الرابع أنه حكيم حكيم في تشريع حكيم في وضع في تقدير يضع الأمور في موضعها اللائق به وأن حكمته مبنية على خبرته فهو الخبير اللطيف جل جلاله ثم مع ذلك كله فهو أرحم الراحمين فمن تأمل في هذه الأصول العظيمة التي ذكرها الله عز وجل عن ذاته العلي وسم ذاته العلي بأسماء تدل عليها فأخبر أنه جل جلاله هو الخالق وأخبر جل جلاله أنه هو الملك المالك وأخبر جل جلاله عن ذاته أنه هو العليم وأخبر جل جلاله عن ذاته أنه هو الحكيم الخبير وأخبر جل جلاله عن ذاته العلي بأنه هو الرحمن الرحيم فهذه من أعظم وكل ما لله عز وجل من الأسماء والصفات عظيم لكن هذه الأمور والأصول عندما يقف الإنسان ويتدبر في القرآن في تلك القضايا ومرتبط بها من أسماء الله ومرتبط بها من صفاته ومرتبط بها من أفعاله ومفعولاته ومرتبط بها من آيات التحدي للخلق في مقابل تلك القضايا وأن الله عز وجل أعلن التحدي للناس في هذه الأمور وأن الناس لا يستطيعون إلا بما أعطاهم الله جل جلاله وبما يسر الله لهم جل جلاله فعندها يبنى مبدأ التسليم مبدأ الرضا مبدأ القبول مبدأ الخضوع مبدأ التصديق لخبر السماء وعندها يدرك الإنسان أن قمة ذكائه وفطنته واكتمال عقله أن يسلم لرب جل جلاله هذه أسماء وهذه صفاته وأفعاله ومفعولاته تدل على صدق ما تسمى به من الأسماء وما اتصف به من الصفات العلا فيمتلئ القلب بالقناع فإذا هذه قضية أساس ومن مقتضى هذا الأمر تصديق ما أخبر فأخبر عن رسله فنحن نؤمن ونصدق نؤمن ونصدق لأن هذا الكتاب عرفنا بالله جل جلاله ذاك التعريف العظيم وأمرنا أن نتدبر في ملكوته لنستدل على صدق ما في كتابه وصدق وما في كتابه يدل على صدق ما أخبر عنه من مخلوقاته فالكتاب يدل على تلك المصنوعات وتلك المصنوعات تدل على صدق ما في الكتاب فعندها يتعامل الإنسان مع القرآن على أنه هو الكتاب مصدر الحقيقة ومصدر الحق والحقائق لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى والله هو الحق والله لا يقول إلا الحق جل جلاله فأخبرنا عن أنبيائه فنؤمن وأخبرنا عن الكتب التي أنزلها عليهم فنؤمن ونصدر وأخبرنا بأن بعد الحياة حياه فنؤمن ونصدر أخبرنا عن سنته في معاملة البشر وأن سنته ماضية وأن هذا هو التعليل والتفسير لكل ما حدث في تاريخ الإنسان فنؤمن بذلك ونصدر هذا هو شأن المؤمن وهكذا تبنى قضية الإيمان ومن حكمته جل جلاله أن جعل الدين واحدا وأن سماه باسم له معنا عظيم فالدين هو الإسلام والإسلام هو الاستسلام والخضوع لله عز وجل هذا هو الدين الذي كلَّف الله عز وجل به هذا الإنسان فكان ذلك من الحكمة وكان ذلك من الرحمة وكان ذلك من العلم كان من الحكمة والله عز وجل من حكمته أن خلق هذا الكون بهذا النظام ليبتلى هذا الإنسان ويمتحن هذا الإنسان فجعل الامتحان على أمر واحد ودين واحد هو الإسلام وأن ذلك في أصل ما يبنى عليه الدين وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وتصديق خبره جل جلاله والإيمان بالحياة بعد الموت وتصديق الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل عليه هذا هو الإسلام يقوم على هذا الأصل فكان هذا محل التكليف لكل بني آدم وهو أيضا محل الابتلاء والامتحان فكان ذلك أيضا من العلم والرحمة بهذا الإنسان ولذلك هذه المعاني وهذه الأمور هي بين يدي تلك الآيات المباركات في سورة آل عمران وأمر البلاغ الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم هو يحتدم في تلك المرحلة حال نزول هذه السورة وفد نصارى نجران قدم إليه صلى الله عليه وسلم يهود المدينة هم يجادلون ولا يقبلون فلذلك أخبرهم الله عز وجل ويأسهم من أن يكون لهم نصيب عند الله إذا لم يؤمنوا ويصدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو من أرسله الله عز وجل بهذا الإسلام وأن ما هم عليه قد حرفوا ودخل عليه من التغيير ما أخرجه عن مسمى الإسلام الذي هو دين الأنبياء وأن هذا الأمر إنما يقوم على تلك الأمور الثلاث الأول أن يبعث النبي وأن يرسل وها هو قد حدث ببعثته صلى الله عليه وسلم ثم أن يكون من دلائل صدقه تصديقه لمن سبقه من الرسل والأنبياء ثم ثالثا الآيات البينات التي يجريها الله عز وجل على يديه والتي كان من أعظمها في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن العظيم ومن ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء المخاطبين ب منتهى البيان والوضوح ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ووقفنا مع هذه الآية في درسنا الماضي ثم قال الله عز وجل أولئك هؤلاء الذين كان هذا حالهم من هذه الدعوة والبيان والبلاغ والآيات البينات وإعلان التصديق بالرسل الذين سبقوا هؤلاء الذين قابلوا ذلك كله بالكفران والعناد والصدود فهؤلاء كيف يعاملهم الله عز وجل فيقول الله عز وجل مخبرا عن جزائهم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا سيكون جزاؤهم وهذا مصيرهم وهذا ما لهم عند الله جل جلاله وهكذا أولياء الله جل جلاله سيوافقون ربهم عز وجل في التعامل معهم بمقتضى معاملة الرب عز وجل لهم فإن كان الله عز وجل لعنهم فهم يلعنونه أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهي أيضا آية وقفنا معها في درسنا الماضي ثم يقول الله عز وجل خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها فيها الضمير هنا يعود إلى ماذا يعود إلى هذه اللعنة التي أدخل أنفسهم فيها بسبب كفرهم وعنادهم فجزاؤهم تلك اللعنة والتي أدركنا أن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وأن هذا معنى لعنة الله أي طرد هذا الإنسان الذي وقعت عليه اللعنة من رحمة الله ومن خرج من رحمة الله ماذا سيبقى له وأي راحة وأي سعادة يؤمل أن يتحصل عليها وقد طرد من رحمة الله عز وجل فيقول الله عز وجل خالدين فيها فإذن من المفسرين من قال أن الضمير هنا يعود إلى اللعنة بمعنى أنهم في داخل هذه العقوبة في الدنيا والآخرة خالدين فيها هذا حالهم وشأنهم ومن العلماء من قال خالدين فيها أي في النار وهل وهل ورد ذكر النار في الآية التي قبلها قالوا اللعنة 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 معناها طرد من رحمة الله ومن طرد من رحمة الله فمكانه النار فخالدين فيها أي خالدين في الثمر والأثر الذي سيكون من وراء دخول الإنسان في اللعنة وهي النار وقالوا مما يؤيد ذلك ما جاء بعدها في قوله لا يخفف عنهم العذاب فإذا دل على أن المقصود ب خالدين فيها وأن الضمير يعود إلى النار أو إلى العقوبة فدل عليها أن من وقعت عليه لعنة الله فمآله إلى النار ودل عليه ما جاء بعدها من قوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب فلذلك قالوا خالدين فيها أي في النار أو في العقوبة التي يتضمنها معنى اللعنة والخلود هنا بمعنى البقاء بلا موت البقاء بلا موت خالدين فيها فإذا فعلهم ذلك دل على شناعته ودل على عظمه ونكارته أنه تسبب في أن الله عز وجل لعنهم وأن الملائكة كذلك لعنوهم وأن الناس أجمعين كذلك لعنوهم ووقفنا مع ما المقصود بالناس هل عموم الناس حتى هم بذواتهم وهذا سبق الوقوف معه فيقول الله عز وجل خالدين فيها إذن لا يخرجون ولا يموتون فالخلود إذن ليس هناك انتقال إلى غيرها والخلود بمعنى حياة لا موت ولا فناء لأنه لو فنوا لا يكونون خالدين فيها ولو خرجوا إلى غيرها لا يكونون خالدين فيها إذن كلمة الخلود أفادت عدم الانتقال إلى غيرها ذات وصف مغاير لها لن يكون ذلك وكذلك خالدين فيها أنهم باقين لا يصيبهم الفناء ثم أيضا يزيد الأمر في شناعة ما يقع عليهم قال لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف لا يفتر عنهم هذا العذاب أي ساعة ولا لحظة لا يخفف عنهم العذاب وأن ذلك لن يكون لا بإزالته ولا بإزالة بعض شدته أي هو عذاب شديد ويبقى شديد أي أي ليست كنال الدنيا إذا اشتعلت فبعد فترة يخف إلى أن تنطف فالأمر ليس كذلك لا يخفف عنهم إذن هو لا يزول ولا حتى بعض شدته يعني يحدث ذلك بل هو باق على أشده لا يخفف عنهم العذاب وكلمة العذاب تشير على أن ذلك الأمر واقع بهم بسبب إجرامهم فالتعذيب بسبب ما أجرموا وإجرامهم الكفر وعدم تصديق الأنبياء وعدم الإيمان بالأنبياء وعدم الدخول في الإسلام والاستسلام لله عز وجل فلذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وأيضا لا يمهلون لا يمهلون لمعذرة يعتذرون ويقدمون الأعذار ويطلبون ولماذا لا يقبل عذرهم لأن زمن الإمهال قد انتهى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا إذن ولا هم ينظرون إذن لا يمهلون لمعذرة يعتذرون فيوقف عنهم العذاب لأن المعذرة إن حصلت منهم فلن تقبل لن تقبل منهم لأن وقت الإمهال قد انتهى ونقول والله إن في هذه الآية العظيمة إن في هذه الآية العظيمة من التشديد ما يجعل الإنسان يقف ويتأمل ويتدبر وخصوصاً من في قلبه شبهة وشك أن يعيد النظر وأن يتأمل ومن كان في قلبه إيمان أن يثبت وأن يصدق مع الله جل جلاله فإن الأمر جد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون ففرصتك يا ابن آدم هي هذه الحياة الدنيا هي هذه السنوات التي تقضيها وإذا كان الإنسان يسمع ذلك ويقرأه ويتلى عليه ويصل إليه ويقال له هذا كلام الله وهذا تحذير الله وهذا إنذار الله وهذا وعيد الله لمن كفر بالله جل جلاله ولمن لم يصدق قوله وخبره الذي أنزله على عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم فإن هذا مآله فكيف لا يقف الإنسان ويتدبر هذا الكتاب ويقرأ هذا القرآن ويقف مع آياته ومع حقائقه ويقارن ثم يقول الله عز وجل عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم استثناء متصل وهنا وهنا يتجلى ذاك المقوم الرئيس الذي يجعل هذه القلوب تؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله فإن الله الرب عظيم وإن الرب رحيم إن الرب عليم وإن الرب رحمن جل جلاله فبعد أن بيّن مراده من هذا الإنسان ومن يبتغي غير الإسلام دين وبعد أن بيّن جزاءه لهؤلاء الذين لم يقبلوا هذا الإسلام والخضوع ويخبرهم عما أعد لهم ولكنه حكيم عليم رحيم علم أن هذا الإنسان ضعيف وأن هذا الإنسان له عدو في داخله وهي نفسه الأمار بالسوء ومن خارجه وهم شياطين الجن والإنس فكان من رحمته جل جلاله وحكمته سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان ما دام في مرحلة الإمهال إن راجع نفسه وندم على فعلته وعلى ذنبه وخطأه وجرمه في حق ربه عز وجل ورجع صادقا فمقتضى الرحمة أن يقبله الله فقال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فالتوبة الرجوع بعد الذنب وبعد الكفر وبعد المعصية إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ذلك الكفر العظيم والجرم الكبير الذي اقترفوه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أصلحوا أصلحوا ما أفسدوه وأدخلوا أنفسهم في الإصلاح فأخرجوا أنفسهم من الفساد وأصلحوا ما أفسدوا إذن هم أخرجوا أنفسهم من الفساد وأصلحوا ما أفسدوه وأدخلوا أنفسهم في الصلاح وبينوا للناس أنهم كانوا على ظلال وأنهم الآن على صلاح وكثيرا ما نجد في القرآن إذا ذكرت التوبة أتبعت بالعمل الصالح إلا الذين تابوا وعملوا الصالحة فالأصل الغالب إذا ذكرت التوبة في القرآن أنه يأتي بعدها ذكر العمل الصالح وهذا ما نجده هنا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد كفرهم وفعلهم الشنيع وإجرامهم العظيم تابوا ندموا ورجعوا فإن الله ثم أصلحوا وعرفنا كيف يكون الإصلاح أول ما يكون الإصلاح بالخروج من الفساد هذه أول خطوة أول خطوة ثم إدخال نفسه في الصلاح خروج من الفساد وإدخال نفسه في الصلاح ثم إصلاح ما أفسد على قدر إمكانه ثم أن يبين للناس أنه كان على ظلال وأنه الآن على صلاح حتى يقبله الناس وحتى يكون مع الصالحين وفي زمرة الصالحين ويتعامل الناس معه على أنه من الصالحين فيعلن ذلك ويبينه بعد أن عرفوا أنه من الفاسدين المفسدين فيعرفون أنه أصبح من الصالحين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن حدث ذلك منهم فيخبر الله جل جلاله عما له من الأسماء الحسنة والصفات العلا فيقول فإن الله الملك العظيم غفور رحيم غفور لما حدث منهم من الكفر رحيم يقبل توبتهم ورجعتهم وصالح عملهم الذي ينشيوه بعد رجوعهم وغفور رحيم صيغتا مبالغة تدل على سعة رحمة الله عز وجل فإن الله غفور رحيم فلذلك هو لا يعاقبه على ما كان منه ولا يفضحه على جرمه يوم القيامة ويستره عليه ثم يجازيه على صالح عمله فإن الله غفور رحيم ثم يقول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون العلماء متفقون أن من تاب في وقت الإمهال توبة صادقة بشروطها يقبل الله عز وجل توبته وهنا يقول الله عز وجل لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فوقف علماء التفسير ليبينوا ما هو المراد بقول الله عز وجل هنا لن تقبل توبتهم وهل في هذا ما يعارض الأصل الذي هو في كتاب الله عز وجل والذي دل عليه أسماءه فهو التواب وهو الغفور وهو الغفار جل جلاله ودل عليه إخباره وإني لغفار لمن تاب وآمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا إخباره جل جلاله إذن ما المراد بقوله سبحانه وتعالى هنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أولا من هؤلاء الذين خوطبوا بهذا وأول حقيقة ما يقع في نفس الإنسان أنه وهو يقرأ هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فأولا أن الإنسان وهو يقرأها وقد علم معاقبة الله وعذاب الله وشدة ذلك الأمر فإنه يريد أن يدرك هذا الأمر ليكون أبعد ما يكون من صفات أهله الذين خوطبوا بهذا الخطاب وأن يكون بعيدا حاله وأفعاله وأقواله وأخلاقه وصفاته ومعاشرته لقوم خوطبوا بهذا الخطاب فالله عز وجل قال إن الذين كفروا إذن هذا حدث منه وأن الكفر كان بعد إيمان ثم أتبعوا الكفر بأمر يزيد فيما صاروا إليه من الكفر لذلك عوقبوا بتلك العقوبة فما هو الكفر المذكور هنا وما هو الإيمان الذي كان منهم أولا وكيف كان زيادة الكفر فأولا قيل أن المخاطبين بهذه الآية عموم أهل الكتاب على من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المخاطبين بهذه الآية هم اليهود وقيل المخاطبين هم من ارتد من من أسلم من الأوسي والخزرج ثم هناك فئة ارتدت منه وخرجوا وجاءوا إلى مكة وسكنوها وهذا قبل فتح مكة إن الذين كفروا ومن المفسرين من قال بل المخاطب بذلك كل هؤلاء فمن حصل منه الكفر سواء كان هو كفر أهل الكتاب أو كفر المرتدين لكن ما هو قوله بعد إيمانهم فمن قال أن المقصود من ارتد بعد الإسلام فيكون الأمر ظاهرا إن الذين كفروا بعد إيمانهم بعد أن دخلوا في الإسلام وأعلنوا في الإسلام وأعلنوا تصديقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا فكانت الردة هي كفرهم وازدادوا كفر بما نشأ عن الردة من زيادة الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي إذن هذا على من قال أن المخاطب بذلك هم هؤلاء الذين ارتدوا الحارث بن سويد ومن معه من أولئك النفر الذين ارتدوا وجاءوا إلى مكة وتركوا المدينة وأما من قال أن المقصود بذلك اليهود فما هو إيمانهم السابق من المفسرين من قال إيمانهم السابق تصديقهم بموسى عليه السلام وبما أنزله الله عليه من الكتاب طيب كفرهم بعد إيمانهم قالوا كفرهم بعيسى عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزله الله عليه طيب ازدادوا كفرا قالوا كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن المفسرين من قال المقصود اليهود لكن المقصود بإيمانهم هو أنهم كانوا يعلنون الإيمان بالنبي الخاتم قبل بعثته بحيث يكون المقصود هنا أي المخاطبين على زمن النبي صلى الله عليه سلم من هؤلاء فما هو الإيمان الذي كان عند هؤلاء والسابق لما حدث منهم من الكفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فالمقصود بالإيمان هو إعلانهم للناس بأن هناك نبي آخر الزمان وأنه سيبعث وأن هذا وقته وأنه إن بعث سيصدق ويكونون معه ويؤمنون به فهذا الأمر عبر عنه بأنه إيمان بعد إيمانه كفرهم أنه بعد أن بعث كفروا به أنه بعد أن بعث كفروا به ازدادوا كفر أن هذا الكفر وإعلانهم له ترتب عليه أنهم أنهم حاربوا وأنهم جادلوا وأنهم خالفوا أمره وفعلوا خلاف ما يأمرهم به فذلك كله لما كان مبنيا على الكفر فهو زيادة في الكفر إن الذين كفروا بعد إيمانهم إذا قلنا أن من قال أن المخاطب بذلك اليهود زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إيمانهم أنهم كانوا يعلنون للناس إيمانهم بنبي النبي الخاتم وأنه إن بعث سيصدقوا ويتبعوه فعندما بعث كفروا به وازدادوا كفر عندما كان ذاك الكفر سببا في معاندتهم قال الله عز وجل أو كما قلنا يعني إن كان من ارتد وإن كان المعنى الأظهر أن هذا في عمومهم سواء هؤلاء أو هؤلاء إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفر لن تقبل توبتهم عدم قبول التوبة منهم لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم حال موتهم عند الموت وهذا من قال بهذا القول بناه على ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فقال إذن ننزل هذه الآية على تلك الآية ومن العلماء من قال قوله عز وجل لن تقبل توبتهم أي أنهم لن يوفقوا أي أن الله عز وجل عاقبهم على صنيعهم فلن يوفقوا للتوبة فيموتون على الكفر إذن لن تقبل توبتهم بمعنى أنهم لن يوفقوا للتوبة قالوا ومصداق ذلك في قول عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بمعنى أنهم لن يوفقوا لتلك التوبة لن يوفقوا للتوبة ومن العلماء من قال أن من أولئك المرتدين الذين ارتدوا وجاءوا إلى مكة قالوا لأن الحارث بن سويد أرسل إلى قومه ندم على ما فعل وقال اسألوا رسول سلم هل لي من توبة فسألوا فقال نعم فرجع أما البقية بقوا فقالوا نبقى إن أردنا أن نرجع إلى المدينة أرسلنا فينزل فينا مثل ما أنزل في الحارث بن سويد أي بمعنى أن توبتهم ما أرادها صدقا وإنما مجاملة فإن كانت توبتهم بهذه الحال فهي لن يقبلها الله لأنها ليست توبة صدق إذن إما أن نقول لن تقبل توبتهم بمعنى أنه في حال الموت أو أكبر في حال الموت أو لن يوفقوا للتوبة أو إذا فقدت الصدقاء نسأل الله التوفيق ونكمل في درسنا الماء القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر